وحول الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتوزيع قيمة فرق دعم الخبز على المواطنين المستحقين عند تحديده بالتوافق مع مجلس النواب قال الوزير من يعمل كموظف مدني في الحكومة أو موظف عسكري في كافة أجهزة القوات المسلحة الأردنية ومن يتلقى راتب من المعونة الوطنية ومن يتلقى تقاعد مدني ومن يتلقى تقاعد عسكري ومن يتلقى تقاعد من الضمان الاجتماعي جميع هذه الفئة ستستلم فرق الدعم شهريا على راتبها دون أن تراجع جهة حكومية واحدة راح تقبض الراتب آخر الشهر مضاف عليه فرق الدعم الذي سيتلقى لكن في فئات أخرى من المجتمع الأردني ليست ضمن الفئات التي تم ذكرها هذه الفئة إذا لدي حساب بنكي سيتم تحويل الدعم إلو إلى حساب البنكي مباشرة بدون أن يراجع الحكومة والآن ندرس هل يتم التحويل كل ستة أشهر أو لمرة واحدة في العام من لا يملك رصيد بنكي أو حساب بنكي عفوا وليس رصيد ولا يرغب بفتح حساب بنكي سيتم التنصيق مع مجموعة من البنوك الأكثر انتشارا في المحافظات بحيث يقوم هذا المواطن بعد التسجيل والموافقة على طلبه بالذهاب إلى البنك مرة واحدة في ستة أشهر أو مرة واحدة في العام وبأي وقت خلال هذا العام ليتلقى الدعم بالكامل عن العام 2018 ترجمة نانسي قنقر